أولئك على هدى بعدين هون في وقفة رابعة من ربهم لن نرى حالنا كثير نحن يا أخوان الله هو الذي فضل علينا بهذا الهدى والله نحن لا شيء نحن فضل الله علينا غامرنا جميعا وإلا والله والله أنا لو لم أكن بفضل الله مغمورا لكنت أسوأ إنسان على وجه الأرض أنت لو لا فضل الله عليك ما كنت شيئا ما كنت شيئا مذكور أبدا لكن تفعل كما يفعل هؤلاء الشرقيون والغربيون والله يحزن الإنسان عليهم يزعل الإنسان عليهم لأنهم يا حرام يعني أناس بشر لكن يقعون في شرور أعمالهم شرور سبعين بالمئة من كبار السن في الولايات في بريطانيا يعيشون لمفردهم سبعين بالمئة من كبار السن يا رجل شوف الجدة عندنا هون شوف الجدة بالشام شو بتعمل الجدة حاكمة على كل العيلة بيكون عندها سبع أولاد وثلاثين حفيد وحفيدة بتقول لهم الجمعة الجاية بتجوا لعندي كلهم مثل الأليف بدون يروحوا تاتي والله أنا والله إلا أنه واعد واعد رفيقي يعني عم بيقول لك بتجي خلاص ستك حكيت دك تجي الله أكبر شو هالمرأة اللي عمرها سبعين سنة بتحكم على كل هالرجال وكل هالنساء هذه المرأة هيك الله أكرمها في الإسلام هيك الهدى وصلها إلى هذه الرتبة بس يا حرام المسنات والطاعنات بالسن هناك أحوالهم صعبة جدا كبار السن صعبة جدا باليابان في حاويات للأطفال الأجنة المواليد الجدود في حاوية للبلاستيك وحاوية للبطاريات وحاوية للورقيات وحاوية بدروج للأطفال اللي هلأ والدان عمره يوم ويومين وثلاثة يا حصرتي على هؤلاء أنا لو لا فضل الله ربما كنت هناك مثلهم لذلك ما أحد يشوف حاله لأنه شايف لك أنا زكي أم صرت على هدى أم الله عز وجل قال لا أولئك على هدى من ربهم هذا فضل فضل من الله بس الآن نحن مسؤوليتنا جميعا يا أخوان نحمل هذا الهدى إلى هؤلاء الناس مثل ما الله أكرمنا نحن أن ندل الآخرين يا شباب مثل ما الله هداكم للخير دلوا الآخرين عليه خلي يأخذوا مما أخذتم ولكم من الأجر أخذوا مما أخذوا مما أخذوا مما أخذوا